قول رب العالمين وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا هذه الآية العظيمة فيها تقريع وتوبيخ لأولئك المنافقين الذين أعرضوا عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقبلوا حكم الطاغوت في الآية التي ذكرناها في اللقاء الماضي أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ أَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فهذه الآية فيها تقريع وتوبيخ لأولئك المعرضين عن حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين قبلوا حكم الطاغوت بل راحوا يتحاكمون إليه فالله جل جلاله يبين لهم ولغيرهم أنه سبحانه ما أرسل رسولا إلا ليطاع بإذن الله لأن هذا الرسول مبلغ عن الله جل علاه فطاعته إنما هي طاعة لله ومعصيته إنما هي معصية لله فاللام في قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع اللام هنا هي لام التعليل وليست لام العاقبة اللام هنا هي لام التعليل وليست لام العاقبة يعني لا يكون ذلك إلا بتوفيق الله ومدده وعونه الله لا يكون ذلك إلا تكون طاعة هذا الرسول إلا بتوفيق الله ومدده وعونه فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بإذن الله إلا بإذن الله الكوني القدري والشرعي أرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة فمن أذن الله عز وجل له وأراد هدايته اهتدى ومن لم يأذن الله ولم يشأ له الهداية فلن يهتدي أبدا فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أما الإذن الشرعي فقد أذن الله سبحانه وتعالى لجميع الثقلين من الجن والإنسان يهتدوا وأراد منهم ذلك شرعا وأمرهم به كما في قول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقوا إلا من أجل هذا فقد أذن الله لهم جميعا إذنا شرعيا في الهداية وإفراده سبحانه بالألوهية والعبادة قال جل وعلا يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قملكم لعلكم تتقون ثم بيّن الحق سبحانه وتعالى أن أولئك أي الذين ظلموا أنفسهم ظلما بيّنا بإعراضهم عن حكم الله وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين ظلموا أنفسهم ظلما بيّنا بتحاكمهم إلى الطاغوت ومع ذلك انظر إلى فضل الله جل وعلا ومع ذلك لو أن هؤلاء جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفروا الله عز وجل وندموا على ما قدمت أيديهم وعلى ما اقترفوه وحسنت توبتهم وصدقوا فيها ثم بعد ذلك استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا الله جل وعلا أن يغفر لهم ليقبل الله توبتهم لغفر الله لهم وقبل منهم التوبة فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ورحمته جل وعلا قد وسعت كل شيء فقال سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك صلى الله عليه وسلم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيم قد يقول قائل ألا يكفي أن يستغفروا الله تعالى ويتوب إليه جل وعلا توبة صادقة نصوحا خالصة ليغفر الله عز وجل لهم ما قد مضى وما قد سلف وليقبل الله سبحانه وتعالى توبتهم دون أن يقرن استغفارهم الذي هو عنوان توبتهم باستغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لماذا قرن هنا ربنا تبارك وتعالى استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لهم باستغفارهم هم والجواب أن تحاكم هؤلاء للطاغوت وإعراضهم عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخالفة صريحة لحكم الله وكان إساءة بالغة ومعصية شنيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا وجب عليهم أن يستغفروا الله أولا ثم يطلبوا من رسول الله الذين أساءوا له وأساءوا في حقه ولم يعرفوا قدره وجب عليهم أيضا بعد أن يستغفروا الله سبحانه أن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم لتكون توبتهم أرجى للقبول لأن الله جل جلاله أكرم وأجل أن يرد استغفار رسوله صلى الله عليه وسلم وشفاعته لهم ترجمة نانسي قنقر